بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يطيب لنا اللقاء بكم في درس من دروس الرياضيات للصف الثاني الابتدائي للتعليم المستمر محدثتكم أمل الحازم موضوع درسنا اليوم مساحة المعين موضوع درسنا اليوم مساحة المعين هنا رابط الدرس الرقمي الدرس أربعون مساحة المعين تعلمنا في الدرس السابق أن مساحة متوازل أضلاء تساوي مساحة المستطيل مساحة متوازل أضلاء تساوي مساحة المستطيل مساحة متوازل أضلاء ما هي؟ عبارة عن القاعدة في الارتفاع القاعدة ضرب الارتفاع تساوي مساحة المستطيل ما هي عبارة عن الطول ضرب العرض إذن مساحة متوازل أضلاء تساوي طول القاعدة ضرب طول الارتفاع طول القاعدة ضرب طول الارتفاع أيضا تعلمنا في الدرس السابقة أن كل مستطيل متوازي أضلاء وليس كل متوازي أضلاء مستطيل كل مستطيل متوازي أضلاء ولكن ليس كل متوازي أضلاء مستطيل ننظر إلى الرسبة كون لدي متوازي أضلاء من ماذا؟ من المستطيل الذي كان لدينا ولكن متوازي الأضلاء لا يكون مستطيل متوازي الأضلاء لا يكون مستطيل متوازي الأضلاء هو ماذا؟ هو شكل رباعي الأضلاء زواياه الأربع ما هي؟ قائمة الزوايا القائمة ما قياسها؟ تسعين درجة أحسنتم طلابي وطالبات الأعزاء فيه كل ضلعان متقابلان متوازيان أيضا يكون فيه كل ضلعان متوازيان متساويان في الطول وكل زاويتان متقابلتان متساويتان وقطرهما ينصفان بعضهما شكل رباعي الأضلاء زواياه الأربع وقائمة فيه كل ضلعان متقابلان متوازيان وكل ضلعان متساويان في الطول وكل زاويتان متقابلتان متساويتان وقطرهما ينصفان بعضهما إذن الارتفاع ما هو هنا؟ هو العمود النازل من الرأس المقابل على الطول الطول ماذا يسمى؟ العرض بالنسبة للمستطيل إذن محيط متوازي الأضلاء يساوي ماذا؟ اثنان ضرب طول نصف المحيط اثنان في طول نصف المحيط إذن ماذا سنتعلم في هذا الدرس؟ إيجاد مساحة المعين إيجاد مساحة المعين حل مسائل من واقع الحياة على مساحة المعين ننظر إلى المعين هنا ماذا نرى؟ أحسنتم هو شكل رباعي متوازي الأضلاء أضلاعه متطابقة نلاحظ أن ضلعه الأول يطابق ضلعه الثاني الثالث الرابع أيضا ماذا نلاحظ على هذا الشكل؟ أحسنتم هذا الشكل الرباعي ألف جيم با دال كل زاويتان متقابلتان أحسنتم زوايا متطابقة كل زاويتان متقابلتان زاويتان متطابقة الزاوية جيم تطابق الزاوية دال والزاوية ألف تطابق الزاوية با أيضا لهذا المعين قطران ما علاقتهم متعامدان وينصف كل منهما الآخر هذا القطر الأول وهذا القطر الثاني عمودي على القطر الثاني كون ماذا لدي أحسنتم زاوية قائمة قياسها تسعين درجة إذن تأمل الخطوات التالية طلابي وطالبات الأعزاء لدينا المعين ألف با جيم دال هو الذي طول قطره الأول هذا المعين ألف با جيم دال هو الذي طول قطره الأول أربع سنتيمتر باستخدام المصطرة تأكدنا أن طول هذا القطر يساوي أربع سنتيمتر أيضا طول قطره الثاني با دال با دال في استخدام المصطرة أحسنتم أوجدنا أن طول با دال يساوي اثنين سنتيمتر لدينا ماذا؟ المستطيل سين صاد عين ط سين صاد عين ط سين صاد عين ط الذي طول سين صاد باستخدام المصطرة أوجدنا ماذا طوله؟ أحسنتم أربع سنتيمتر وطول سا سين ط سين ط سين ط باستخدام المصطرة أيضا أوجدنا أن طول سين ط يساوي اثنين سنتيمتر محور التناظر ما هو؟ هما ألف جيم ألف جيم هذا المحور الأول المحور الثاني با دال أو ممكن أسميه دال با المحور الأول ألف جيم والمحور الثاني دال با هذا المحور الأول والمحور الثاني محورة ماذا؟ محورة تناظر محورة تناظر لهذا الشكل ثالثا ماذا طبقنا المعينة التي تم عرضه ألف با جيم دال على محوري تناظر المستطيل سين صاد عين طا طبقنا هذا المعين على المستطيل محاور تناظر المستطيل انتبه طلاب وطالبات الأعزاء طبقنا المعين على محوري تناظر هذا المستطيل هذا المحور الأول والمحور الثاني محور الأول والمحور الثاني تعالي نلاحظ ماذا هنا في المستطيل سين ألف ميم دال قارني مساحة مثلت ها بمساحة مثلت ها شرطة المستطيل سين ألف ميم دال مساحة مثلت ها بمساحة مثلت ها شرطة هذا المثلت ها ما علاقته بمساحة المثلت ها شرطة نلاحظ المثلت قائم الزاوية ها ما علاقته بمساحة المثلت ها شرطة أحسنتم المثلت ثاني متطابقان إذن المثلت ألف ميم دال يطابق المثلت ألف سين دال طيب المستطيل دال ميم جيم صاد في المستطيل دال ميم دال ميم جيم صاد لدينا أيضا مثلتان مثلت ماذا مساحة المثلت كاف قارني بين مساحة المثلت كاف بمساحة المثلت كاف شرطة نحدد المثلت الأول كاف أيضا مثلت ما نوعه أحسنتم مثلت قائم الزاوية ما علاقته بالمثلت كاف شرطة أحسنتم مثلت ثاني متطابقان طيب في المستطيل ميم با عين جيم قارني ما بين مساحة المثلت كاف بمساحة المثلت كاف شرطة نحدد المستقيم ميم با عين جيم ميم با عين جيم لدينا فيه مثلتان نقارن بينهما المثلت الأول قاف مثلت أيضا قائم الزاوية ما علاقته بالمثلت قاف شرطة أحسنتم المثلت ثاني متطابقة أحسنتم أيضا وفي المستطيل ألف ميم با عين جيم قالن مساحة المثلت نون بمساحة المثلت نون شرطة نحدد المستقيم لدينا المثلت الأول نون أيضا مثلت ما نوعه أحسنتم مثلث قائم الزاوية ما علاقته بمساحة المثلث نون شرطة أحسنتم المثلثان متطابقة مساحة المثلث نون بمساحة المثلث نون شرطة متطابقة قارن مساحة المعين ألف باجيم دال بمساحة المستطيل سين طا عين صا سين طا عين صا وماذا تلاحظ أوجدنا قبل قليل مساحة المثلثات في وسط هذا المستطيل تعالي نلاحظ نقارن مساحة المعين بهذا المستطيل نلاحظ أن المستطيل لدينا سين طا عين صات لدينا المثلث الأول والمثلث الثاني كون لدي مستطيل أيضا لدينا هنا مثلث والمثلث الثاني كون لدي مستطيل كم لدينا هنا أحسنتم أربعة هنا المثلث الأول والمثلث الثاني أصبح كم لدينا ستة أحسنتم سبعة ثمانية إذن مساحة هذا المستطيل عبارة عن ماذا أربع مثلثة عفوا ثمان مثلثات لدينا ثمان مثلثات ماذا عملنا أوجدنا المعين في داخل هذا المستطيل ماذا نلاحظ هذا مثلث الأول في المعين انتبه طلابي وطالبات الأعزاء أوجدنا قبل قليل في المستطيل الآن نوجد في المعين المثلث الأول الثاني الثالث الرابع كم متلث لدينا في هذا المعين أحسنتم لدينا أربعة إذن نلاحظ ماذا أن مساحة المستطيل تساوي ثمانية ومساحة المعين تساوي أربعة إذن أخذنا من مساحة المستطيل أربعة أربعة على ثمانية ماذا يعطينا في تبسيط الكسور أحسنتم يساوي نصف واحد على اثنان نصف يعني أربعة على ثمانية تساوي نصف إذن ما العلاقة ما بين مساحة المستطيل ومساحة المعين نلاحظ أن مساحة المعين ألف با جيم دا يمثل ماذا أحسنتم نصف مساحة المستطيل نصف مساحة المستطيل من الشكل الموجود أمامك طلابي وطالبات الأعزاء نلاحظ أن مساحة المعين ألف با جيم دا نصف مساحة المستطيل الموجود لدي إذن مساحة المعين ما هي نلاحظ أن مساحة المعين تساوي نصف ماذا أحسنتم مساحة المستطيل من يذكنني طلابي وطالبات الأعزاء مساحة المستطيل عبارة عن ماذا أحسنتم نصف نزلها زي ما هي مساحة المستطيل عبارة عن طول ضرب العرض طيب إحنا ماذا نريد أن نجد مساحة المعين تساوي نلاحظ هذا الطول بالنسبة للمستطيل والعرض بالنسبة للمستطيل ما العلاقة بينهما وبين ماذا قطري المعين نلاحظ أن الطول ماذا يقابل أحسنتم القطر الأول والعرض ماذا يقابل أحسنتم القطر الثاني قطر الأول يوب قابل الطول والعرض يقابل أحسنتم القطر الثاني إذن مساحة المعين تساوي نصف القطر الأول مضروب في القطر الثاني إذن مساحة المعين تساوي القطر الأول ضرب القطر الثاني ويقسم على اثنان طيب تدريب رقم واحد املأ الفراغات في الجدول التالي لدينا المعين ألف القطر الأول خمسة والقطر الثاني عشرة وإحنا ماذا أوجدنا أن مساحة المعين عبارة عن ماذا أحسنتم القطر الأول ضرب القطر الثاني يعطيني ماذا أحسنتم أضرب القطر الأول ضرب القطر الثاني ولا أنسى أقسم على اثنان خمسة ضرب عشرة يعطيني خمسين هل نتوقف على ذلك؟ لا نقسم على اثنان لإيجاد مساحة المعين تساوي خمسة وعشرون ولا ننسى وحدة المتر المربع وحدة المتر المربع ننظر إلى المعين الثاني با با لدينا القطر الأول ثمانية سانتي متر ماذا لدينا هنا؟ أحسنتم القطر الثاني ليس موجود لديهم ولكن ماذا الموجود هنا؟ المساحة اثنى وسبعون كيف أوجد القطر الثاني؟ نلاحظ أن مساحة المعين عبارة عن ماذا؟ أحسنتم ضعف إذن أقسم اثنان وسبعون أضرب اثنان وسبعون ضعف هذا العدد اثنى وسبعون ضرب الاثنان يعطيني مئة وأربعة وأربعون مئة وأربعة وأربعون ماذا أفعل بها؟ أقسمها على القطر الأول يوجد ماذا؟ أحسنتم يعطيني قيمة القطر الثاني إذن بمضاعفة المساحة اثنين وسبعون أضربها في اثنان يعطيني مئة وأربعة وأربعون بقسمة مئة وأربعون مئة وأربعون على القطر الأول ثمانية يعطيني قيمة القطر الثاني ننتقل إلى المعين جيم القطر الأول مجهول القطر الثاني ماذا؟ تسعة ديسة ديسة متر ولدينا ماذا؟ المساحة مئة وأثمانين ديسة متر مربع إذن لدينا هنا مساحة ماذا نفعل بها؟ أحسنتم أضرب مئة وثمانين ضرب الاثنان مئة وثمانون طريقة ضرب الأعداد يعطيني ثلاثمائة وستون هلنتوقف إلى هنا؟ الناتج أقسمه على القطر الثاني لدي تسعة ثلاثمائة وستون تقسيم التسعة ماذا يعطينا؟ أربعين وهي قيمة ماذا؟ القطر الأول أحسنتم أربعين ديسة متر المعين دال القطر الأول غير معلوم القطر الثاني ثمانية متر المجموع أو المساحة ثمانية وأربعون مترا ماذا أفعل؟ أحسنتم أضرب ثمانية وأربعون ضرب الاثنان يعطيني ستة وتسعون ناتج الضرب أقسمه على القطر الثاني ستة وتسعون تقسيم الثمانية أحسنتم يعطيني قيمة القطر الأول إذن القطر الأول اثناشر متر القطر الثاني ثمانية متر بضرب القطران وقسمتها على اثنان سوف يوجد لنفس المساحة ثمانية وأربعون التدريب التدريب رقم اثنان باع رجل أرض معينة الشكل قطرها الأول خمسمائة مترا وطول قطرها الثاني ثلاثمائة متر سعر المتر المربع مئة وخمسون ريالا ما مساحة الأرض وما قيمة مبيع الأرض لدينا القطر الأول والقطر الثاني ماذا نوجد؟ أحسنتم مساحة الأرض تساوي القطر الأول ضرب القطر الثاني على اثنان قانون مساحة المعين رح يعطيني ماذا؟ مئة وخمسون ألف على اثنان بقسمتها يعطيني خمسة وسبعون ألف مترا مربع ماذا تبقى لدينا؟ ما قيمة مبيع الأرض؟ لدينا سعر المتر المربع مئة وخمسين ريال إذن قيمة مبيع الأرض خمسة وسبعون ألف ضرب مئة وخمسون عملية ضرب الأعداد الأصفار ماذا أفعل بها؟ أحسنتم قوم بتنزيل الأصفار لدينا أربعة أصفار وخمسة وسبعون ضرب الخمسة عشر يعطيني أحد عشر مليون ومئتان وخمسين ألف إذن ريالا قيمة مبيع هذا الأرض أحد عشر مليون ومئتان وخمسين ألف التطبيق المنزلي طلاب وطالبات الأعزاء باع رجلا أرض معينة الشكل قطرها ستمائة مترا وطول قطرها الثاني ثلاثمائة مترا ما مساحة الأرض لن نتعلم ما لم نتدرب وتم بحمد لله الانتهاء من درسنا اليوم نلتقي في دروس أخرى بإذن الله